بسم الله الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة احنا هنتوجه ومن هنا وراء العقول والعقول والعقول عشان كده هي حلقة مهمة تخاطب العقول وهذه أبرز عنوينها مقالي ومقاله بين مغرض ومفلس وجاهل الغربال عندما يستفزون المارد وبعضمت لسانه الفار في مصيادة الغرب الشموع الحمراء السياسي العاشق وأسرار الملك عن الهداف الصامت وأخيرا مجلتنا من أربعين سنة ده المحتوى بتاع حلقة النهاردة لكن قبل ما ندخل فيه مباشرة عايزين نقول لكم أنه بكرة بإذن الله تعالى بعثة الأهل حتطير إلى الدار البيضاء المدينة المغربية عشان تؤدي المباراة المهمة والمرتقبة مساء السبت ساعة تساعة مساء الأهل وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي لقاء نهائي دوري أبطال القارة تلخيص يعني في لحظات بتلخص جهد موسم كامل يعني خضاء الأهلي بشكل رائع لتمنى التوفيق فيما هو قادم البيضاء إن شاء الله برأسة الكابتن محمود الخطيب الحكم اللي حيدير هذه المباراة البروندي باسيفيك ندبياهو وينمانا وأنا سألت عن الحكم البروندي الحقيقي قيل ليه أنه واضح أنه فيه توجه لدى إدارة الاتحاد الأفريقي أنه الحكم يبقى بر الزون بر الشمال وبر الجنوب فما بتروحش تجيب حد من جنوب القارة وبعدت عن حكام الشمال الإفريقي على كفاءتهم ورحل الحكم البروندي بر الشمال وبر الجنوب ولكن جوه القانون جوه القانون ده كلام مهم جدا هقول لكم سريعا الحكم البروندي هو عنده 36 سنة بيشتغل محاسب في البنك البريطاني عنده 3 أطفال بيحمل الشارع الدولية كحكم من 2013 من أول ما دخل قائمة الدرجة الأولى في بروندي قدرت 3 مباريات في النسخة الحالية من دور الأبطال منهم 2 لكايزر تشيفز يعني السنة دي قدرت 3 مباريات في البطولة منهم 2 لكايزر تشيفز حكم له قدام سيمبا في ربع النهائي وقدام بيترو أتلتكو في مرحلة المجموعات وها هو يظهر للمرة الثالثة في مباراة طرفها كايزر تشيفز إجمالاً صفارة الحكم البروندي 9 من خلال مبارياته في دور الأبطال من أول ما بدأ في 2018 حتى الآن حكم 9 مباريات أشهر خلالها 26 كارتة أصفر ولم يستخدم البطاقة الحمراء ولا مرة يعني بيسيطر على المباراة بدري بدري الأهل بكرة حيتمرن صباحاً إن شاء الله ثم يتوجه إلى المطار علشان يسافر مباشرة على متنطائرة خاصة إلى الدار البيضاء إذن الأحلام الحمراء تطير إلى الدار البيضاء إلى الدار البيضاء وكالعادة لكابتن محمود الخطيب هو رئيس البيعسة نتمنى أن نحلفه نفس التوفيق بإذن الله وفريقه ويعني تبقى الأمور كما نتمنى دي يمكن أبرز الأمور في أفضل حالاته الفنية والبدنية والمعنوية بعد أن انتهى من مؤجلاته خلال هذه الفترة فوز كبير حققه الأهل على مصر المقصة أربعة واحد دخل في معنويات عالية قبل السفر يعني هو بعد ماتش بيراميد كان التحدي الأكبر كما صرح الجهاز الفني إذن يفوز في الثلاث مباراة دول بشكل يعني مهم جدا عشان ما يعني تبقى استرداد جزء من الخسارة اللي ملهاش معنا بالتعادل مع بيراميد اتنين اتنين هي تفاصيل كتيرة هتلاوها في ثانية حلقة الليلة لكن ضربة البداية كما تعودت دائما هي معه مقالي ومقاله بين مغرض ومفلس وجاهل هكذا هو حال الإعلام الرياضي بكل الحقيقة ولا بكل الأسف غالبيت البرامج مشغولة جدا بالماضي مشغولة جدا بالتفتيش في الماضي مفيش أي اهتمام لا بحضر ولا بمستقبل لا هو انت قويس انك قلت غالبيت اه طبعا فيه برامج جدا طبعا اه انما اللي لافت نظري دلوقتي ان احنا رايحين قوي 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 هو جمهور عايز يسمع ايه اه فزي ما يطلبه المستمعون يعني زي الأفلام سلسلة الأفلام اللي شفناها في مرحلة ما المأولات ها وزي اللي هو بيسموها الأغاني الجديدة دي المهرجانات المهرجانات ها ده اعلام المهرجانات ده اعلام مهرجانات بيخاطب ايه معظم البرامج دلوقتي عمالة بتجيب اتنين واحد ينتمي للأهلي واحد ينتمي للزمالك ها وطرح أسئلة كاد تكون وحدة في كل شيء الشعبية الجدارة التاريخ انا ليه بقولك بين مغرض ومفلس وجاهل بجد اللي بقوله المونس عدلي ده بقى أكل شيء وأنا ما عندناش أي مشكلة في إنه تجيب كل الناس تناقش قضايا تناقش قضايا تفيد اللعبة وتفيد الأندية وتفيد الكرة وتفيد الجمهور لكن لما يكون الغرض الدائم التحفيل على بعض جزء منها التحفيل أستاذ إبراهيم إنتم بتجيب اللي اتنين دول بتفرج الناس عليهم اه إزا حيعملوا إيه واحد بس هادي العمالية ببساطة هي الفكرة بس يا جماعة عشان نطلع برة الشكل نفسه أما يكون الإعلام بتاعنا فيه معظمه وفي غالبيته مشغول في سنة عشرين وواحد وعشرين بمين نادي القرن من يطرح هذا السؤال هو مغرض ومفلس وجاهل التلاتة مع بعض مغرض لأنه مبدئيا مش عايز يعترف بحقيقة رقمية سابتة عملها الاتحاد الأفريقي الجهة الرسمية المعتمدة من عشرين سنة فاتت أعلن عنها سنة أربعة وتسعين ومن النقطة السخيفة جدا أنه يقول لك السوشطة كان في الاتحاد الأفريقي كان بتنشطة سنة أربعة وتسعين لما المعايير أعلنت وأعلنت في النشرة بتاعة الكاف نيوز كان الرجل مساعد مدرب ألن هارس مدرب الأهلي كان موجود في الجهاز بتاع الأهلي اللي في جونيس بيرج بيلعب مطش السوبر مع الزمالك راح الاتحاد الأفريقي بعدها بسبع سنين لكن ماشي فبص الغرض أمر تم إقراره من واحد وعشرين أو اتنين وعشرين سنة فاتت النقش فيه دلوقتي هدفه إيه؟ أنت مستقل على الأهل أنه ناد القرن؟ لا ده ناد القرن بالحقيقة والمنطق والوقايع وغزبا عن أي حد يعتمد منهج رسمي دي مسألة ما يجبش أنها تكون مطروحة للنقاش جزئية تانية هو من أكتر شعبية؟ هي دي محتاجة سؤال كمان؟ يعني إذا كنت إنت لو بتتكلم على القياس للرأي العام المساء الواضحة وبينها تقدر في كل قناة من القنوات تسأل الوكالة الإعلانية المختصة هو حجم الاهتمام الإعلاني رايح فين؟ تقدر تسأل على كل قياسات الرأي العام اللي حصلت تقدر تبص في الشارع تقدر تسأل أي حد دي مسائل المفترض لما بتطرح هناك غرض منها محاولة التأثير على شعبية الأهل أو محاولة أنك أنت تاخد حاجة من حق الأهل بتاخد حاجة مش مطروح طب لاش روح للمنصات التواصل الاجتماعي هي دي أعتقد وحدات قياس سهلة وموجودة وقلنا لكم أن الأهل رقم واحد في منصات التواصل الاجتماعي في كل الوسائط الإعلامية الإلكترونية عنده حاجة و30 مليون نادي الزمالك الشقيق الكبير المحترم عنده 13 مليون لما تيجي تقول لي التلاتين والتلاتاشر لا يبقى فيه غرض وفيه فلس في منقشة الأفكار لكن الجهل بقى هو من أحرف لعف مصر لأ كده احنا دخلنا في كلام جهل قوي من أحرف لعف مصر ده كلام من الأسطورة طب فلان أسطورة ولا فلان طب هو الأسطورة دي مدبابة أوي ما يعدش عليها إلا واحد بس يعني كل الناس اللي شايفة نجومها كويسين يا سيدي أساطير إنما ليه أنت متخيل إن الأسطورة ده ليه كرسي واحدة يقعد عليه ده يا ده نهيك على الجهل في حتة المقارنة بين الأجيال تلاقي أنت بتناقش بتقرم بين عبد الكريم صار وإحسين حجازي مع اللعبة اللي بتلعب دلوقتي محمد شريف وأفشا مش عايز تاخد بالك إنه طبيعة الكرة تغيرت يا رجل ده وازن الكرة تغير طرق اللعبة تغيرت الصحة العامة تغيرت أرضية الملعبة تغيرت إيه الجدوى من كده لا الجدوى مش عايز يقول إنه الخطيب أسطورة فعايز يدخل واحد لا طب هو شكبالة أسطورة ولا مش أسطورة طب هو ما لشكبالة وما للخطيب وما للخطيب وما للحسن شحاتة ما للخطيب قيمة كبيرة جدا وحسن شحاتة قيمة كبيرة جدا وكل نجوم الكرة والله يا أخي حتى لو قارنت بيني الخطيب وحسن حتى دول جيل واحد وكلنا بنعترف وده ملعب وده مركز وده مركز وده قدرات وده قدرات يعني بس أنا بقولكم وده حسن لعب في أسيا وده حسن لعب في أفريقيا يعني بص وده ولو سألت حسن شاعة حشور لك على الخطيب ولو سألت الخطيب ممكن وشوف كابتن فاروق وكابتن حسن ألوى على كابتن خطيب طيب هو بس أنا بس في نقطة كده في الموضوع الشعبية ده لأنه هو ده الأمر المضحك أو ليه لأن ده أمر المحسوم رقميا وتسوقين وكل حاجة لكن أنت عارف أن اللي بيسأل هذا السؤال هو اللي بيجاوبه هو أنت بتسأله ليه أنت فكرت عمرك تسأل هذا السؤال من اللي أكتر شعبية إطلاق ليه عشان أنت عارف أنت اللي أكتر بزرط أنما الذي يطرح هذا السؤال ويلح عليه ولا يجد غضادة أن يتكلم فيه باستمرار هو بيترحوا ليه عشان يستفذ الشعبية الكبرى للنادي الأهلي فتتابعه أتحدى أتحدى طيب هو دور الإعلام مش دور الإعلام يا إبراهيم هو دم ما احنا اتفقنا بقى إن ده مش إعلام لا لا هو إعلام بيخاطب سوق معاية هو بيخاطب السوق اللي هو بيستنكر عليها أنه يتقلل أكتر شعبية وبيغزلها لأن هي الأكتر شعبية مش بيغزل أو بيستفذها لأن هي الأكتر شعبية ما هو هتكلم علي إيه؟ طيب قولوا ما تتكلمش كده عم نادي الأهلي لمدة شهر وجرب هايقول إيه؟ هايقول إيه؟ إحنا عندنا هنا ممكن نلتزم ونقعد نكلمك سنة على حاجات وتاريخ وأساطير ونقول مواقف وخطط مستقبل وخطط مستقبل ونكلمك في القضايا وإحنا عملنا كده لمدة 8 سنين عمرنا ما جيبنا سيرة المنافس عمرنا ما قلنا كلمة زمالك في البرنامج بتاعي لكن بنقول لي دلوقتي لأن هذه الهجمة على تاريخك وعلى سوابتك يا معصودة واخدنا مراحل يالأول قال لك نادي القرن يالأول نادي الدولة وبعد نادي الدولة وبعدين الشعبية وبعدين من الأسطورة والحقيقة إن مسألة إنما ييجي يقول الأسطورة هو ما بيقولش مين اللعيب اللي بيمتع أكتر أو بتاع ده بيتكلم في حقائق رقمية يعني إما الكابتل الخطيب واخد أحسن لعب في أفريقيا ده ما يأخذ هدف بطولات الأندية بـ 27 هدف لسنوات قويلة عادة البطولات اللي خادها يا أخي عادة البطولات اللي جابها وشارك فيها معنا دي قارن بأي حد بيعمل كده يعني أقول معيار أقول معيار إنما أنت بتستمتع بيه إنت حر استمتع بلعيبك زي ما أنت عايز طيب ما إحنا هو في حد أحرف من صفة عبد الحليم رحمة الله عليه لا طيب في حد أحرف من كابتن حمادة عبداللاطيس لا لا ها صحيح تم تتكلموا في إيه طيب ما تقولوا دول أساطير لكن إما هتيجي تتكلم هيقولك أصل وأصل وفصل بس عارف هو إنما هي صناعة شيء يتعلق بالجمهور دلوقتي في الوقت ده ما زلل العقول ولذلك أنا أنا لقيت إن إحنا برنامج بخاطب العقول هل إحنا حنتظنب في أمام الذين يغزلونا القلوب ربما ولكننا سنفعل هذا بشكل مستمر وهي قضياتنا نخاطب العقول اللي يكلمني يكلمني بحقائق ويرد عليها بحقائق لكن المعيير الاعتبارية لا ده أنا عندي عندك ده حققك يا سيدي هو في حد ما بشوف بشي ابنه أزكى ولد في الدنيا بس ما اطلعش الأول لمية سبب واخد بالك ما يخصهوش وهو الأمثلة الكتير يقولك القرد في عنهم وغزالة ومش عارف إيه ليه لأن دي المسائل العاطفية الغريزية ما حدش ينقشها وما حدش يستنكري على فكرة لما أب أو أم يشوفوا إن أولادهم أحسن ناس في الدنيا هذا حقوهم حقوهم وعيب إنك تضيع وقتك إنه تقولهم لأ أنا ابن أحسن من ابنوكم عيب لكن لما يكون فيه معيار بيقول مين الأول ومين التقرد هو الأول على الثانية العامة بيطلع فيه مجمل النقاط ما بيقولكش اللي خد أكبر عدد من الدرجات النهائية عارفين هي المعيار حتى المعيار اللي بيستنكريه أستاذ إبراهيم ده المعيار الوحيد الصادق على مستوى العالم ده بس مش كده ده ما زال هو المعيار الوحيد اللي شغال يعني المعيار بتاع التصنيف بالنقاط اللي ما بيقومهوش اللي هو قرر في 94 وأعلن هو اللي شغال لغاية النهارة اللي هما بيتعاملوا بيه معترفين بيد الوقت بلاش كده ده هو اللي نادي الزمالك مستفيد منه بشكل مباشر وهقول لكم ليه؟ أي؟ هو الزمالك بقله كم سنة بيشارك في دورة أبطال القرى ليه؟ بعيدا عن أنه هو ياخد أول الدوري لما بياخد تاني الدوري طب دورة أبطال أفريقيا ليه بيشارك من مصر؟ فرقتين هل كل القرى مسموح لفرقتين الأول والتاني في الدورة بتوعها يشاركوا في دورة الأبطال؟ لا أول 12 دولة في القرى حصولا على نقاط من الاتحاد الأفريقي بنفس المعيار هم المسمح لهم بفرقتين في دورة الأبطال يعني لو هذا المعيار اللي انت رفضه مش متطبق مش هيشارك الزمالك في دورة الأبطال إلا إذا كان بطل الدورة لكن بيشارك وفقا لهذا المعيار وهذا النظام المعمول به اللي هو لما النظام ده قال الآله نادي القرن بقى وحش ومرفوض ومجاملة لكن تستمر لغاية النهاردة ونفس التصنيف هو اللي شغال لغاية النهاردة ونفس المعيار اللي خلى الأهل دلوقتي 90 نقطة والزمالك 36 نقطة هو ده نفس المعيار القائم محدش رفضه ومحدش غيره لكن الزمالك عايز يقول إنه هو أحسن نادي في الكون كل نادي من حقه يمجد نفسه ويرى نفسه كما شاء لكن هي الفكرة هو العشرية سنة اللي فاته أستاذ إبراهيم الزمالك كسب تكون فدرالية ووصل مرة واحدة النهائي صح ولا حاجة تانية لا مرة مع الأهل ومرة مع سان داونز إحنا بنتكلم مع الأهل دي السنة اللي فات أنا بتكلم لحد تكون فدرالية ما كانش فيه ألقاف وكان واصل مع سان داونز طب كان تصنيفه ازاي بيخش في الستة بالنقاط بالنقاط بالضبط هي بس الفكرة فيه ما هو إذا كان أي طرف من الأطراف يقول أتمنى على كل السادة الزملاء الإعلاميين الأفاضل الكبار وإنتوا بتطرحوا قضية خليكوا عارفينها خليكوا عارفين حقيقتها وأرقامها وقصتها إيه لأنه بتلاقي يطرح السؤال وما فيش أي تعليق وما فيش أي استيعاب لحقيقة الموضوع فيبني أن المسألة هدفها إثارة هذه القضية أنا عايزة أخارس كلام من شبابنا اللي هو الواعي اللي بيبحث وبينقب وبيرد أحمد الغامري الزميق الإبن العزيز يعني بيناقش قال الأستاذ مصطفى الفخراني بيقوله هات دليلك على أي كلام بتقوله فضي كل ما يقوله طب فين دليلك يروح مكلمه في موضوع تاني فين دليلك يكلمه في موضوع تاني وفي الآخر خالص قاله إيه أنا مستعدة أخصم لك مالوش سند في الأدلة قاله أنت تخصم لي يعني هو دليلك أن أنت تخصم لي يعني يعني ما هي هو ده غياب الحجة بمناسبة برضو الإعلام الحلقة الماضية كنا تكلمنا على الزميل إبراهيم عبد الجواد وكان أزع خبر أنه الأهل بيفاوض الجناح الجزائري بالقاسم وقال أنه الأهل لجنة تخطيط وبتفاوض وكلام كتير حوالي المفاوضات الأهلي مع هذا اللعب وطلع قال وطبعاً المواقع كلها أخذت عنه والأهل حيجيب بالقاسم واقترب من بالقاسم وكل الحوادث اللي أنتوا تابعتوها على مختلف المواقع وإحنا سألنا كابتن أمير توفيه ولما سألنا أمير توفيه لأنه الراجل مدير التسويق المسؤول دلوقت نفى جملة وتفصيلة علاقة الآهل بهذا اللعب وقال أنه أنا أول مرة أسمع طلع الزميل إبراهيم عبد الجواد وقال ألا أنا ما قلتش ده أمير اللي بيناهي فاوض قلت لجنة التخطيط طيب تأكيداً لمبدأ حسن النية مع الزميل إبراهيم عبد الجواد لأن من المؤكد أننا لما بنطرح حاجة عندنا حسن النية موجودة وعندنا تأدير لكل الزملاء مدام الناس عايزة تعتمد منهج مهن سليم حتى وإن كنا اعتراضنا على أن أنت بتثير حاجة في توقيت تهز استقرار فريق تأخذها المواقع المختلفة وتثير بيها أضايا ابتهدات من خلال ابتهدات من خلال مقيل ويبقى الأساس مش موجود لأنه أنا كمان رجعت مش بس لكابتن أمير توفيق للجنة التخطيط نفسها كابتن محسن صالح قال لا لم نتلقى أي شيء بشأن هذا اللعب أو غيره وإن اللجنة غير معنية في الفترة الحالية سواء باعتمادات لخطة المستقبل والترتيب للفترة اللي جاية ومفيش مفاوضات مع هذا اللعب ده حقيقة الأمر يا أستاذ إبراهيم لكن فكرة أننا بنفترض حسن النية أه بنفترض حسن النية وإحنا لما تكلمنا أستاذ إبراهيم عبد الجاود واحد من الناس اللي بيحظوا عندي باحترام أه واختبالك لكن أنا أربق به أن يلجأ لمثل هذه الأسلوب يعني أنت أستاذ إبراهيم لو قلت مصدري أن لجنة الكورة أو مصدري حد من النادي لا أولا أولا مجرد أنك توحي بأن لجنة التخطيط قالت هذا اختراق يبقى في حد في لجنة التخطيط بيقول الموضوع ده حاجة من اتنين يا حصل يا ما حصلش مش كده نكلم العقل بقى يا حصل يا ما حصلش لو ما حصلش عيب أن يتقلل أنه حصل طيب لو حصل مين اللي قال لك لو لجنة التخطيط لا ده إحنا عندنا مشكلة حقا خي في النادي الأهل وهنا يبقى الأستاذ إبراهيم يعني يقول لنا مين مصدره لكن لما إحنا نستند إلى المصدر وهنا إعمال العقل أنا ليه بكلم العقل عشان بقولك سألنا أصحاب الشق رغم أن أنا يعني مفروض أن أنا بقى عارف أنا بقى عمل نفسي مش عارف ليه معانا في الوصول إلى الحقيقة أمير توفيق مع احترامي الألقاب نفق كابتل محسن صالح نفق وقال ما فيش حاجة من دي حصلت طيب يبقى أنت مصدرك تسريبة جات من الوكيل بتاع اللعيب أو حد من مواقع التواصل انسب هذا تعرف أستاذ إبراهيم تالو طلعت نمأ العلمين أن بعض الوكالات عارضوا على لجنة التخطيط وغالبا ده بداية الخبر أنه بيبقى الوكيل أو أحد العملين أولا تسيب الخبر لمصدره مش ضرورته قولي الإسم بس إسم نوع المصدر بتاعك لكن تسيبه لجنة التخطيط وحد جنادي الآلي إحنا لازم نتصدق أستاذ لأيني زي ما قالك الموضوع ما تقولش أنه ما قلتش أجايو ما قلتش مال حييجي مكان مين ما انت ديت فرصة للإجتهاد بقى أن المواقع تقولك أجايو وتقولك مش عارف إيه ومتغزل على كلامه أصل الموضوع مش موجود اللي يتباني عليه كل ده بينا وبينك كل تقدير ولو أنك أنت قلت كلامنا مغلوط لا كلامنا مش مغلوط يا أستاذ إبراهيم لأن كلامنا إحنا استندنا فيه إلى مصادرنا بقى ونقولك أهو الأستاذ أمير توفيق وكابتن محسن صالح وإش أهو لو حد منهم قالك أو حد من جوه الإدارتين دول قالك اطلع قول هي على فكرة بس ديل الجمهور ولكل الزملة الفترة دي فترة نشاط أعمال السمسرة ووكلاء اللعبية عشان الجمهور يبقى فاهم وأكب من عمليات سمسرة وعمليات ترويج وتنشيط لانتقال هذا اللاعب أو تسويق هذا ويكون كله على حساب استقرار الفرع وأنا هنا بقول مش الآلي بس على فكرة لو حصل مع زمالك برده غلط نتعامل مع الأمر بكل الجدية لكل الفرق وهو زمالك النهاردة لما راح اشتكى وطلب اعتذار بيحمي فرقته بالزبط طب ما احنا نقول نفس الشيء احنا عايزين نحمي فرقته بالزبط نتمنى هنطلع على فاصل وبعد الفاصل هنشوف عندما يستفزون المارد يحصل ايه أيها حبيبي عندك ايه بقى في الفقرة الجاي بتاعتك في ايه طيب احنا شفنا في مقالي ومقاله بين مغرض ومفلس وجاهل وشفنا حقيقة الوضع في الفترة الاخيرة للأسف اللي بنتمنى للجميع فيها انه فعلا الكل يرتقي الى حيز الاهتمام بالرياضة بقيم الرياضة بمفاهيم الرياضة بعلاقات الرياضة بطبيعة حتى العلاقات الرياضية بين الناس مع بعضها لكن الوضع بهذا الشكل اعتقد بيخلينا نحط كلام كتير في الغربال عندما يستفزون المارد ايه اللي بيحصل شوفوا اللي حصل الفترة اللي فاتت مع المباريات الموجلة للأهلي وطبعا زبان الناس مسكة جدول للدوري وتشوف الأهل هيلعب المطش الجاي مع مين فندخلوا من أنه سكة نضغط على المنافس بأنه طريقة زي اللي يتقال على عماد النحاس زي اللي يتقال على كابتن محمد عبدالجليل زي اللي يتقال على كابتن أحمد سامي على أي حد هيلعب الأهلي وما تستغربوش أنه هيلعب كايزر تشيفز هيقول لك السودان هدي هيسيب للأهلي عشان بيتسو مسلماني من جنوب أفريقيا وراخر ما هو بقى المنطق كده ربنا بس يعديه على خير ويقوله اللي يقولوه فهي الفكرة كلها زي ما بقول لحضراتكم لماذا هذا الاستفزاز أولا محدش عايز ياخد باله أن الناس بتستسهل الكلام في قضايا في منتهى الخطورة أنا لما أطلع هنا من قناة الأهلي أتاهم نادي الزمالك الشقيقي الكبير للنادي الأهلي بأنه بيكسب مباريات بشكل غير أخلاقي دي جريمة كبرى وده تصدير لمعاني عند الشباب في منتهى الخطورة وإساءة لقيمة نادي في منتهى التجاوز الناس بتستسهل الاتهامات الخطيرة على أنه لعب كده ناس صغيرة لا أنتوا بتتكلموا في جرائم إن صحت تهز الجبال بجد لو صح أن فيه فساد يقى إلى هذا الحد دي مصيبة كبيرة أنتوا بتتهموا ضمائر وتتهموا أخلاقيات تعرف ليه أستاذ إبراهيم وتتهموا شرفاء باستسهل تعرف ليه؟ ما عادش فيه حساب ما عادش فيه حساب أنت لما تذكر في بداية في الخمسينات وفي الستينات أما كان اللعيب يتعرض لشوبها أه ده وصلت لحد شط بالعيبة أسماء كبيرة جدا اتشطبت أه وآخرهم هشام عبد الرسول في مباراة المينيا والمريخ وقابليهم بقى شوف أنت بل كده أيام الكابتن علاء الحمولي أيوة والشغبي ومش فاكر التالت مين أه عتاولة ما حدش كان يقدر يقول لهم تلت التلاتة كاب لكن كان فيه ناس قاعدة قوية جدا ها بتحاسب وبتحط ضوابط لهذا الأمر النهار ده الصحي ماشي مع الغلط فالغلط بيداري على الصح أنت فاهم إزاي الغلط بيداري على الصح أنت ما بقيتش عارف تصدق إيه ومتصدقش إيه لكن لو مرة واحدة لقينا حد بيتحاسب وبيعلن أنه هو ثبت وكذا كذا 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 كل واحد حينضبط والتحاد الإنجليزي يمي بيقول لك استأنف على أي عقوبة بيجي يقول لك بس لو أنت لم تسبت حجيتك خدت عقوبة فطعنت عليها أي ممكن تضعف العقوبة فيبقى أنت وإنت بتقدم لأن تكون جد جدا وعندك الدليل لكن في نفس الوقت لو أنت مظلوم تعرف تاخد حقك عايزين شوية معايير بقى وعايزين شوية ضوابط عايزين شوية حساب حساب جد ما يكونش الناس اللي بتحاسب برضو عندها استعداد أنها تتوقع النهاردة الفار مثلا هو الفار ما بيرسط حاجاته بيفوت حاجاته هي دي المشكلة بتاعت الفار أنك أنت تقول طب أنت ما استدعتوش فيدي ليه أو لما استدعتو فيدي وريته إيه وريته إيه يعني وده حيبان خالص في الماتش اللي فات ده طيب الحياة في حتة برضو هذا الاتهام الخطير هو هل لما الأهل يكسب يبقى لازم هذا المكسب محاط بريبة وبشكوك واتهامات في الزمم والضمائر والأخلاق ما أنت قلت إفلاس بقى الرجل ده آخر 15 سنة آخر 15 سنة في لقاءات القمة الأهل فاس 23 مرة وتعدوا 15 مرة والزمالك فاز أربع مرات في آخر 15 سنة يعني حتلاقوا نسبة فوز الأهلي ده 23 لأربعة إيه بقى هل ده منطقي هل ده منطقي أن تستكتر على الأهل يكسب المقولين تستكتر على الأهل يكسب المقصة فتضغط على الفريق المنافس ومدربه وأنت تعلم أنه تسيبك من أنه استكتر ده بيتهم الأندية دي وتحرد ضد الأهل عشان الناس تلعب مبارح في منتهى القوة والعنف والخشونة عشان تحاول تثبت العكس فأنت مش واخد لك أن أنت بتستفز المارد بجد لأنه من أول لما تقال والأهل بقى أكثر تركيزاً واللعبة بقت أكثر حرصاً وإصراراً على المكسب الأهل آخر 22 أو 23 مباراة مع المقصة كسبان 15 مباراة يعني النسبة الأعام فوز الأهل والطبيعية والمنطقية وكان معظم فترات المباراة دي مدرب المقصة مش محمد عبد الجليلي اللي لعب ماتش واحد ضد الأهل كان غالبيتها بيبقى كابتن نهايب جلال اللي ماسك الإسماعيل دلوقت فين المنطق؟ لكن حتى الكابتن عماد النحاس طبعاً السنة اللي فاتت كسبان الأهل ليه؟ ليه فكرة أن أنا ألاقي إعلامي رياضي لاعب رياضي بيستسهل اتهام الزمل من المدربين واللعبين القدامى والسابقين في ضمائرهم المسألة مش سهلة بجد إحنا ليه متخيلين أنه تهمة الاختلاص والتواطئ دي مسألة سهلة دي مسألة خطيرة جداً يا أستاذ أبرايب يتهم ويعمل له وعايزه بس إذا لم يقم الدليل يازم يتحاسم ومحدش بيحاسم بس هي دي النقطة بسهل الكلام أنت بتتكلم هو بيقول كده ليه؟ بيقول كده ليه؟ لأنه بتحول إليه مشجعة هو قاعد بيلاغي بيغازل عشان يقدر يستضاف مرة واثنين وعشرة ويبقى الموضوع يسفيد منه لكن لو بيحاسب عليه هيخلي باله هيخلي باله أنه هو ما يقولش كلام إلا إذا كان بتأكد منه إنما سهل جداً قول أي حاجة الشعبية الجدارة ده فيه واحد بيقولك لاتنين واربعين بطولة بتاعه النادي الأهلي منهم صح عشرين بطولة طب كيف تناقش هذا العقل؟ لأ تلاشه إذا كان قالك قادر عبد العظيم بعد مبارات سنتة وتسعين مسك البرامج الراضية في قناة الأهلي اللي ظهرت في 2008 يقصد مجلة الأهلي لا البرامج الراضية في قناة الأهلي هو لازم يقصد يعني يقصد لا هو بقولك في قناة الأهلي أنا عارف أبراهيم أنا بقى أبراهيم ما انتش عارف أنا بقى يعني هو كان فيه حاجة غير قناة مجلة الأهلي طيب الهائل زميل أسامة صقر الحياة في الجمهورية النهاردة يتحدث في مقاله في أول مبارح العقل زينة عن هذه القضية الحياة وبهل حكاية التفويت والتسريف في مبارات الدوري وقبلها اتهام الحكام ولجنة المسابقات وتعاطف الجبلاء مع انداب عينة أصبحت أمورا معتدة في كل الدوريات بالطبع أقول هذا الكلام بعد مبارات الأهلي والمقولين اللي انتهت بفوز الأهلي وتحقيق أغلى ثلاث نقاط في المشوار الصعب للحفاظ على اللقب واتهام النحاس أولا ثم المقولون بتفويت المباراة لمصلحة الأهلي وبالطبع ده كلام مجانين وكلام أغبياء لا يرقى لمستوى حتى التفكير أو البحر لأنه اتهام خطير للغاية ومن خلال متابعة المباراة التي لم يتصور أحد أن يفوز بها الأهلي بهذه الطريقة الصعبة للمقولون العرب والتي وصفها البعض بأنها طريقة شبه مستحيلة اقتحام سواتر ودفاعات هذا الفريق الذي أقام سدودا خارة صانية المثيل لها قبل اقتحامها بالخطأ الدفاعي اللي ينهرح المهم بالخسارة يا سادة من الممكن أن يكون الاتهام صحيحا وبالأدلة الموثقة ومن بينها أن يكون المنافس في وضع مريح وليس بحاجة لنقاط المباراة بهذا الشكل وبيستمر أسامة ساء في استعراض خطورة هذا الأمر أندية في عرض نقطة يقولك بتفاوت هل فيه ده عملاء انتحارية يعني إيه العشق المجنون ده لكن هل فيه تفويت في عالم الكرة اه فيه طبع انت لسه بتتهم أندية أخرى بس بيبقى على عينك تجري الناس شايفة وفاهمة لكن عليك أن تقيم الدليل أنت يعني إن قبل الماتش تقول ده ده حيفاوت حيفاوت إزاي إذا كان هو في عرض نقطة هو في دائرة الخطر يعني ما وعلى رأيك كل الناس المتهمة دي ناس سبق لها الفوضى على الأهل المقولين عنده أزمة يعني وضعيته في المركز الـ 14 29 نقطة طيب هو هل الكلام على إنك أنت تلعب بدون عنف ده كفيل بإنه يتفهم منه ندى تفويت هل لما الكابتن حلم وطولانط طلع أكتر من مرة في سنوات سابق بس كان بيتكلم بعد المباراة ده الفرق بينه وبين محمد عبد الجليل لا وطبعا التاني اللي حاب ياخد بونطه عند الجمهور شوية يقول إن أنا حريصة على المصلحة العامة أوكي والمفروض كل الناس حريصة حرصة كابتن محمد عبد الجليل لكن اتخذت في موطح غلط خالص كابتن حلم يطلان أكتر من مرة بعد اللقاءاته مع الآلي يقولك أنا نبهت على اللعيبة ما تلعبش داشنج تراعي ظروف فرقة الآلي لأنه عندها مباراة كبيرة أو حتى اللعيبة الدوليين لو رايحين هو مفروض اللعب النظيف إيه سازف رئيب اللعب النظيف إنهم هلعبش بعنف ومتعمد بالضبط لإقاف الخطورة فأنا لما أكون مدرب بطالب لعيبتي باللعب النظيف أب أنا بفوت ده ده الاستقرار في فرق بين اللعب القوي واللعب العنيف في فرق الإذاء بالإرهاب وقلنا أدينا مثل براشوان في الميدالية الزهبية والفضية في لوس انجلس لما رفضوا أن يستخدم إصابة المنافس بتاعه لصالحه فكانت النتيجة نخسر المباراة لكن حصل حد يوم بتكريم شعب اليابان وتكريم في كل ما تيجي ذكره له صحيح إنما أخش تخبطه بكو عشان أكسب كاس وعوره وابقى فخور قوي إن أنا اللي سيحتدم اللي قدامي عشان أكسب طبعا دي مدرسة ودي مدرسة صحيح طيب على ذكر بقى تعمد الإزام وعلى ذكر المقولين برضو في 82 لالي في فاينال أفريقيا والمقولين كمان في الفاينال بتاع البطولة الأفريقية عارفين مجلة أكتوبر طلع بغلاف وقتها حافظوا على الخطيب وده كان مش كلامهم هما كمجلة ده كان كلام الكابتن جمال سالم كابتن ومدافع المقولين أثناء مباراة حتى أكتوبر قالت لك أثناء مباراة أولاد سليم اللي هما الأهلي وأولاد عثمان اللي هما المقولين أوسى خيرا بالخطيب جمال سالم بيقول لنبيل عمار المكلف برقابة الخطيب حزاري من القفز الأعلى حزاري من كوعك حتى لا تصيب وجه الخطيب المصاب كان الكابتن الخطيب عمل عملية في عينه فبقول له خد بالك منه لأنه أنت بتطلع داشنج وبتطلع بكوعك الرجل وشه مصاب فالخطيب لمصر والأهلي مثلنا في نهايات إفريقيا والحفاظ على سلامة الخطيب واجب وطني شوفوا الروح الرياضية مش من بعيد احنا ما بنتكلمش في الخمسينات والستينات ده سنة 82 كابتن المقولين بيقول لي زميل والمكلف برقابة الخطيب خد بالك الرجل عمل عملية في وشه لعب نظير بالزبط الله ده أنت لما بتطلع بكوعك هو لعب لماذا يعتبر الكوع ده أخطر أخطر يعني تعامل في كرة القدم لأنه كسر في ماتش كان باك اسمه ليونار ده أظن في البرازيل كسر وش حد بالكوع ده وطالع القانون يتعدل بخصوص هذه الواقعة لأن الكوع خطير جدا فلما يبقى فيه ناس حريفة استخدام كوع وتستخدمه لمجرد الإذاء وها تعلم أنها تأذى وتعود وتفخر بهذا أعورناهم وأجناهم وتعمت ويطلع الناس تعترف أيه تعمت إذاء وليد سليمان لما رجله في نفس المباراة في صراه الآله أدي كده أيه تعمت إذاء أيه كانت دوافعك بقى ولا فيه دافع يبرهره ولا تحاسب في الملعب ولا تحاسب بره الملعب ولا تحاسب بعد ما اعترف إن حد يوبكوا حتى محدش بالعكس خدوها من باب المخاطبة الجماهير والتفاخ هنا الخطورة إحنا ده اللي كان بلعب بدبوس أيوة هو قال كده وناس قالوا عليه كده أنا مش معنى أوي أن أنا أستطط حد وأتكلم عليه أنا معنى أن ليه المجتمع أصبح يقبل مثل هذا المنطق هو دي النقطة ليه إحنا في الرياضة بنقبل مثل هذه يعني الأحداث لأنهن بقناش حرصين على اللعبة شوف ارجعوا للكتالوج بتاع اللعبة النظيف والسلام المالية بتاع تنضبط كرة القدم ونستمتع بها إذا لم يحدث هذا إحنا في خطورة على فكرة بمناسبة برضو اللعب العنيف كابتن مختار مختار بطل كرة بعملية رباط صليبي في اشتراك عنيف من الكابتن سعيد الشيشيني لعب المقولين وقتاه واعتزل الكابتن مختار واتجه للتدريب وعنده سجل رائع جدا وناصع وفي منتهى الأمانة وكتير لما كسب الأهلي لكنه لم يسلم من ده مؤخرا الكابتن محمود عبد الحكيم واحد من لعبة الكرة الموهوبين اللي تدرب تحت إيد الكابتن مختار مختار هو دلوقت لا شغال مع الكابتن مختار ولا فرقة مع الكابتن مختار لكن شاف أنه من المناسبة أن يقول شهادة حق نسمع لكن ليه نغمة التفويت دي ظهرت في السيء أخير على سنهو أعرف لو هو مش أهلاء يعني لو هو ما كانش بلعب في الأهلي ومش أهله كان الموضوع ممكن يعد طبعا ممكن كان يبقى له مثلا بلعب أم فيو كابتن حلمي طولاني يطلع يقول الكلمتين دول هيتعيل كده برده لا يعني بقوله المسأل أي مدرب بينتمل لا الناس هتنتقد شوية بس مش بنفس الطريقة لكن دلوقتي يبقى مدينها في حتة أنه بيفوت لنا دي اه طب وأنا يعني أنا شايف أنه ده طبعا كلام بس أنا وجهة نظره هو كان يقول لو هو قال للعبة كده ما كانش يطلع الكابتن عبدالله يصرح اه ممكن يقول للعبة في قوة مقفولة بس ما يطلعش في الإعلان يقول عشان ما عاملش الدكتور عشان وارد ان انت تتغلب سهل يعني وارد تتغلب من الهاتف وممكن تتغلب سكور اه ممكن وارد يعني اه اه وممكن يكسب صح بس لو اتغلب سكور الناس هتقول انه هو سيطلع اه ما انت انفوت ما انت قولت كده صح لكن قصدي انه ليه بقت النغمة موجودة في مصر عم تلع اه من زمانة كريم خلي بقى من زمانة موجودة من زمانة جدا طب هقول لك على حاجة وانا في بترجيت احنا كنا فرقة جمدة جدا وفرقة رخمة جدا ما بنتغلبش بسهولة ماشي وكنا كنا بنتغلب من الاهلي كتير يعني كنا يعني نتعادل نتغلب ماشي فكانوا يقولوا ان الكابتن مختار بيسيب للاهل المطشات انت عاف يا كريم ان احنا المطشات الوحيدة اللي كان بيتخسر مننا فلوس مطشات الاهل والله كابتن مختار يقول لنا ان المطش ده ما كانش برده يخسر فلوس من حدك ماشي وكان بيبقى متعصب جدا وطول الاسبوع مجدود جدا واحنا ما كناش متعودين عليه كده بس علشان هو الناس يعني التالي تقول عليه كده وهو ربنا يعلم من انضف الناس في المجال صح كلام طبعا اولا اللاعب كان في الاول محمود عبد الحكيم ده اللاعب موجود جدا قال لنا لأهلاوي ولا زملكاوي ممكن اميل الى بروسعيد اكتر النادي المصري فما هوش راجل يعني بتكلم بعاطفة معينة او انحياس لكن الراجل قال لنا مندهش جدا ده ده كابتن مختار كان بيقول لنا كذا كذا حقصم من كله او بيخصم مننا لما كنا بنخصر منك المطش الوحيد اللي بقول لك اللي بيخصم لنا عشان عارف حساسيات الموقع بس فكان بيبقى ما عايز يوفر على نفسه الكلام يعني ان المسالة واضحة استاذ ابراهيم والله صدقني هي نوع من زم انت بتقول الاستفزاز والشحن في اتجاه تغييب الحقائق وتغييرها حتى في مجال تغييب الحقائق شوفنا اتهام اتحاد كورت السلة اصلوا عدل نظام الانتقالات وفرض رسوم بالملايين على نادي الزمالك عشان خد الدوري ليه عام؟ عشان الاهل ياخد فرصة ويجيب لعيبة وشوفنا الدكتور مجد ابو فريقا عرضنا لكم لما عمل اكتر من مداخلة وقال اللايحة محطوطة من السنة اللي فاتت والاندية كلها صوتت عليها بيبى فيها نادي الزمالك ما هذا الاتحاد واللي اعترض وقتها كان نادي الاتحاد فقط لانه هو كان البطل وقال لما نادي الزمالك اعترض الاسبوع اللي فات ونادي الاتحاد دعينا الاندية نفسها تاني تعالوا اعودوا نشوف النظام مجلس ادارة الاتحاد بعد اجتماعه مع الاندية الاندية بالاغلبية الساحقة بتوافق على ابقاء اللايحة كما هي ها الستاشر نادي دول كلهم بيجاملوا الاهل بيبقى فيها نادي الزمالك لا الزمالك والاتحاد فقط هما المتحفزين دلوقت دلوقتي احنا بنتكلم على السنة اللي فاتت عدت لكن المرات اول امبارح زمالك هو المعترض بالضبط الدكتور مجد أبو فريقيا قال للاندية ان الاندية لم تعترض على مقترح اللايحة اللي تم عرضه في ديسمبر من العام الماضي باستثناء نادي الاتحاد وقال انه حرصنا على الاستماع لمندوب الاندية كلهم مناقشة كل المقترحات وملاحظاتهم بشأن اللايحة قبل التصويت على امكانية تخفيض قيمة الرسوم او التعامل معاها حسب ما الاندية تشوف قال انه صوت ممثله الاندية على المقترحين السابقين واتفق اغلب الحضور على عدم تعديل اي باند من بلودي اللايحة انا اللي فات كوم وديل واحدة انا معترض عليها انت حطيت لايحة ما تجيش تلم الاندية عشان تعدلها عشان تعدلها وانت تعلم تعلم انت بتدي لنفسك سابورت وانت بتدي لنفسك سابورت ناسي ده منطقي مهمين اللي حيدفع الاتحاد وزمالك وربما اذا كان ينطبق الامر على الآل في موضوع المرتبط ما عرفش اذا كان ينطبق ولا ما انطبقش انما اذا كان انت حطيت نظام حيحتاج على اللي حيدفع وحيقيده اللي حيقبط اللي انت هتوازع عليه الغطاء الذي يحتاجه كل متخص قرار لان تبقى قاوي انت خدت القرار ده قبل الموسم حتى لو انت عايز تلغيه هتلغيه السنة الجاية مش السنة دي يعني يفرد الاندية قالت لك كده انت حطيت لايحة عشان تقول الاندية بس هو حاب يقولك يعني ده الرأي بقى يعممه الرأي ما هو أصلها بالطبيعة كده الاندية اللي حتدفع ليها هتحتاجه خلينا برضو منطقيين يعني مين النهاردة حيدفع اللي هو اللي هيدفع الزمالك ثم الاتحاد ثم الاهلي ثم الجزيرة كل نادي حسب احتياجه بس بحسب حجم الاستفادة والضرر هتجد اكثر المضارين هم اللي هزا كان هناك ضرر لكن انت لو انت جيت السنة اللي فاتت سألت الزمالك لان اللي كان محتاجي كان مين الاتحاد واللي زمالك كان موافق طب اسمع بقى تاخد البطولة وتدفع على اربع مليون جنيه واتفع اللي انت عايز لكن بعد ما بيحصل موضوع بنرجع ان نفتكر المعايير ما هدي قضيه هي قضيه القرن هو بعد يفكر المعايير اللي ممكن يستفيد منها لو اتعاملت الطريقة الفلانية كانت تفيدني اكتر اي بوا ده المعايير الغلطة اللي اتاخد قبل كده مينفعش الاسر الراجعي في ان احنا نحط الحاجات اللي صالحنا عايز اي حاجة اقول في المستقبل خلش اتكلم على المستقبل عشان كلنا يبقى الفير هنا انت شاعرك انت نادي هتستفيد في اللي جاي وحبقى فريق يكرر بطولاته يبقى اعتارد انما النهاردة اللي فات لا يحترم لابد النظام اللي يتحط في بداية الموسم يحترم وما حد الشاعبس فيه عايز تعدل اعدل على الموسم الموسم الجاي في قبل ما يبتدي دلوقتي يعني اذا كان النظام ده ثابته خطأه يبقى انت تقول السنة جاي نلغي لكن كون الان ده اقرته ثاني لا عايزاه بالضبط بس وده الكلام الواضح والمنطقي واللي اقره التحدي السلح هنتل على فاصل وبعد الفاصل نشوف مين اللي هيتمسك من عظمة لسانه اعلا بحضراتكم من جديد الحقيقة قبل ما نخلش بعظمة لسانه وتفاصيل كتيرة جدا في سياق حتى مباراة الامس لفت نظري حاجة بشموندس في فكرة جبر الخواطر وفكرة الانسان المسؤول او حتى النجم الكبير لما يكون حريص على ان هو يجبر بخاطر حد كسرت الظروف نفسيته كابتن احمد شوبير كان عرض اه فيديو او استضاف شاب مبتور الساقين من متحد الاعاقة واصحاب الارادة والرجل بيلعب كرة بيديه قال له كل اللي انا نفسي فيه عايز اروح النادي الاهلي واشوف الكابتن الخطيب ما ان عرض احمد شوبير الفيديو بتاعه حتى لقينا كابتن الخطيب من خلال ادارة النادي بتتواصل مع هذا الشاب اللي انتو شايفينه محمود عبد العاطي والكابتن الخطيب يروح يقابله وياخده في ملعب التيتش ويسمع له ويلبيله غرضه وشوفه حيقعد يتصور معاه وحتسمعه الكلام للشاب نفسه وهو بيتكلم اداله التشيرت ولوه كلام ولوه فيديو لما تكلم وشكر النادي الاهلي والله الصورة شكر الكابتن الخطيب والسعادة المرسومة على وشه بالدنيا كلها بالدنيا كلها الحقيقة والله شوف فكرة جبر الخواطر عند الكابتن الخطيب مع الشباب اللي زي دول بالذات حتى البشاشة اللي على وشه الكابتن الخطيب وكأن الولد هو اللي صدر له سعادة بيتدي له التيشيرت وبيمضيله عليه يعني ربنا يجبر بخاطره جد أفسد ما يمكن إنسان صالح يقدمه لمجتمعه إنك تمسح دم شب على فكرة صدقني إمتك أن تضيف إلى الناس أي شعور إيجابي أو تضيف له معلومة أو تقديله حاجة الإنسان قيمته بما يفعله لهؤلاء الخطيب قيمة حقيقية بالنسبة للناس كتير جدا الناس لازم أن توقف عند الحس الإنسان اللي عند هذا الرجل بجد ما هو لأنه دي أعلى قيمة أخلاقية يعني إنت أسعدت شخص بها أي مسؤولة أو أي نجل كبير آه كبت خطيب شكرا آه شكرا ليه؟ لأنك حسسيني إن أنا أقدر أسعدك هو أنت فاهم إن ده شعور لما تحسوا أنت أنك تقدر تسعد إنسان ده مش 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 هو بيضيف إليك زي ما أنت بتضيف إليه بالضبط بالضبط ديتني فرصة إن أنا يعني أعمل حاجة كويسة أسعدك بيها بتحسيتني إن أنا أقدر أعمل حاجة يعني يعني وهي دي قيمة الإنسان الحقيقية أنا يبقى قادر على إضافة مشاعر إيجابية للناس ويقضي حوائج إيجابية للناس عشان كده أنا يعني مع كل رحلة للأهل صعبة يطلع كابتن الخطيب رئيس ليها تبص تلاقي الجمهور ربنا يجبر بخاطره شوف إحساس الناس يعني إحساس الناس بفكرة في وقت الاحتياج لدعم ربنا سبحانه وتعالى وتأييده يبدأ نتاج جبر خاطر لشاب زي ده ربنا يجبر خاطر الجميع ويجبر خاطرنا رب جبر الخواطر شيء جميل طيب ده بإذن الله تعالى يكون حرص الناس كلها حتى على اللمسات الإنسانية لأن فعلا مجتمعنا محتاج كتير من الشغل في المنطقة دي منطقة مساعدة البسطاء منطقة الدعم النفسي للشباب اللي بيحتاج هذا الدعم دي مسألة مهمة جدا الحياة بعد ما شفنا كل اللي فات وإزاي لما بيستفز المارد بيكون هذا رده هناك كلام كثير بي بعض متلسانه الفار في مصيادة الغرض وقع قول النادي الآلي كان أول النادي الآلي كان أول من طالب بتقنية الفار ولو تفتكروا من ثلاث سنين خطاب النادي الآلي أو خطاب مجلس إدارة النادي الآلي اللي اتحادوا الكرة وقتها كان برأس المهندس هانا بوريدا على ضرورة تطوير منظومة التحكيم والأخذ بالأساليب التكنولوجية الحديثة في الارتقاء بمستوى الحكام وتحدث اللي قلتها عن تقنية حكم الفيديو المساعدة اللي معمول بيه في دول كتيرة وفضلنا نستنى لغاية لما جات اللجنة الخمسية اللي فاتت برئاسة الأساس عمر الجنيني وبدأت التجربة وجات اللجنة السلسية الحالية برئاسة المهندس أحمد مجاهد وكملت على التجربة وانسجلت كتير من الملاحظات على الشركة المتعاقدة في الأساليب التقنية اللي معمول بيها في الإمكانيات أو الإمكانات المتوفرة المحدودة وأسباب كتيرة جدا لكن الحياة بعد مباراة مباراة ناس كتيرة تسألت هو الفار ده لونه إيه؟ لونه إيه بجد؟ لأنه تقريباً نادي الآلي الأكثر تعرضاً لإهدار حقوقه من خلال تقنية الفار أكثر نادي لا تحتسب له حقوق بالعكس تحتسب ضده أخطاء وفقاً لحكم الفار ومفيش أوضح من مباراة مباراة الأهل مع المقصة الأهل بيتلغي له هدفين في وجود حكم الفار والغريب جداً أنه خبراء التحكيم لما يعملوا الخطوط يقيموا الدليل تبص تلاقيه هدف الأهل سليم طب البيه اللي جوه الفار شاب إيه؟ فيهم هدف سليم وهدف كانت تسلل قبل ضربة الجزاة لا سيبك ما هو ضربة الجزاة دي حاجة تانية لكن أنا بكلمك على ما تم احتسابه من أخطاء يكفي أن أنا أقول لكم ببساطة جديدة جداً الأهل الفار حرموا السنة دي من تسع نقاط بالورع والقلم في تسع نقط السنة دي الأهل يحرم منهم بسبب تدخل الفار وفي المقابل الفار أهدى الزمالك سبع نقاط يعني فيه ستاشر نقطة مؤثرين في صراع المسابعة صراع الصدارة تسعة ضد الأهل وسبعة لصالح الزمالك لو الفار عادل إن شاء الله يدي الزمالك عشرين بنت وإن شاء الله يحرم الأهل من عشرين بنت بس يبال عادل لكن هدف يتلغي وألاقي خبراء التحكيم بنفس التقنية بيقيموا الدليل عليه لا نشوفه هنشوف اللعبة بس هم أدي إحنا هنا ده لحظة لعب الكرة ده لحظة لعب الكرة فين التسلل؟ يعني أنا عايز أعرف الرجل مع الإيد هو ما رفعش المساعد ما رفعش المساعد فين التسلل؟ والخط بعد كده إحنا في الأخر يعني أعجب لكم الخط اللي هم عملوه أنا مش شايف فيه تسلل ده الخط بتاع حضرتك؟ ده بتاعنا إحنا هنا دي لحظة لعب الكرة نعم والتسلل يحتسب بلحظة لعب الكرة من زميله هنا التسلل مش موجود يعني أنا مش شايف يعني حتى الخط العمودي بس كنتم برضو اسمح لي يعني موجود طرق مجدي وموجود عطف حسين ده خط الفار بقى بص ده خط الفار وده خط الفار قول لي فين التسلل يا كابتن قول لي فين التسلل طيب اللعبة دي محمود عشور قاعد ثلاث دقايق حط يطيده على بقه بيتكلم معه بيعمل للفرقتين كده ومراحش ومراحش أعتقد منه كان زكاء منه حاب شايلها للفار طب شايلها انت لأنه اللاي المين بتاعه ما رفعش ما رفعش هو إحساسه أنها جوه طب هو لو الفار استدعاه ورجع أكد هيبقى فيه دي بيت طب انت بتستدعيني ليه ياما حيجي يلغي وحيشلها فمراحش وراح مشاور أفصايت العكس صحيح بقى في اللي رفع وكانت برضو مش أفصايت مراحش واحتسابها جوه فهو إحساس محمود عشور إن الفار مبارح لا في حاجة في حاجة وبعدين لما تقعد ثلاث دقائق أصازي برايب هو ميه هو الفار الفار ده دوره إيه؟ دوره إنه زي ستوديو التحليم بيشوف على مهله إحنا كنا دايما نقول إيه؟ ما هو الحكم في الملعب قبل الفار يعني ما بيشوفش زينا كده اللي عادة مرة واثنين وثلاثة وعنده وقت يبحث فإذا أخطأ بنقول أخطأ أخطأ بشرية لكن في وجود الفار ما يصحش يتقالك الجملة دي لإنك إنت عندك الفرصة إنك تراجع تصفى مرة واثنين وثلاثة ودليل إنك شفتها مرة واثنين وثلاثة ده انت شفتها عشرة ده ثلاث دقائق حضرتك ثلاث دقائق الراجل واقف لما زهقنا إحنا أنا ما شفتها في الإعادة إيه ده كل الوقت ده؟ ثلاث دقائق بعدين تقول أفصايد وكل الناس تطلع تقول لك فين الأفصايد كل الناس محدش اتفق معك ولا ستوديو تحليلي اتفق معك إنتدت الحاجة تتقال إيه؟ وجون جميل بعمل تحرم الناس واللي بعملين يقولوا لك هو الجون التالت تتحسب لشريف ليه؟ طب وجون ده تلغى لشريف ليه؟ شريف جاب 16 جون مش جاب 15 هم ولا هي مش هو؟ ها هو هو لما يتقال كده من اللي بيحللوا والله النتيجة أنقذت التحكيم وأنقذت الفرم وسهلت المهم عليهم لأن النتيجة كبيرة فما عادش هتوقف عند الأخطاء دي طب لو نتيجة واحد واحد كان الوضع بقى إيه؟ هو لاحظ أن اللجوان اللي تلغت تلغت في أوقات حساسة بالضبط؟ آه يعني كان الأعلى مغلوب ساعتها صحيح طيب ده رأي الكابتن شناوي ليه أنا بقولكوا أن الفار في مسيادة الغرض بجد؟ لأنه ما اللي شافه الكابتن الشناوي واللي شافه الكابتن سامير عثمان واللي شافته كل الناس حكم الفار شاف أكتر منه عنده زوايا وكاميرات أكتر وشاف اللعبة من أكتر من زاوية وأقام عليها الدليل ومع هذا صمم على رأيه إيه اللي كشفه الكابتن سامير عثمان؟ آآ أحمد نوفل وقف أم أحمد نوفل آآ ما رفعش هنا سعد الأول حكم البار هنا اللي رفع زينا احنا شايفون مصابة البيرو المعمود ده مع آخر نقطة من المدافع اللابس أخضر تمام؟ الأدم شاف الأدم دي؟ عما نيجي نبص دي آخر نقطة يعني الجسم العيد بكعالنا دي لانا وطلعنا بخط عموتي كده برضو هيبقى متأخر على المدافع فبالتالي لحظة لعب الكرة لا يوجد تسلل بعيد تاني لحظة لعب الكرة لا يوجد تسلل وبالتالي ده هدف فالين وما صالح النجم قالي تم إلغاؤه بالخطأ أنا علقت طبعا قبل ما نعرض الكلام ده علقت على رأيه كابتن سامير عثمان وهو ما أكده برضو كابتن أحمد الشناو بس بقى التمثل لأعظار في إنه هو إيه اللي بتعرض على البرب هذه النقطة تانية هتعايش تفاهمني اللي بتعرض على البرب حاجة غير كده دي تبقى نصيبة لأ يبقى المصيبة في حكم البرب طارق مجدي هي دي المصيبة بجد لأنه الراجل ده حاجة غريبة جدا زي ما يكون بييجي مخصوص علشان يعادت في غرفة البرب ضد الأهل فكين طارق مجدي بطل مباراة الأهل وبرامد هدفه ضربة جزال الأهل قدام بيرامد طارق مجدي ده في هذه المباراة حرم الأهل من ضربة جزاء وهدف قدام بيرامد في الدور الأول المباراة انتهت بالتعادل خطأ الحكم وقتها ما احتسبش ضربة جزاء لمحمد شريف واحتسب هدف للأهل يأحرازه بوالية وبعد ما رجع للحكم للفار طارق مجدي لغاله يعني بشكل واضح زي ما حكاية محمد شريف مع المقصة محمد شريف في الدور الأولاني يسجل هدف في المقصة صحيح ويتلغي وكأنه فعلا الراجل ده مش محظوظ مع الفار والمقصة بزي نفكركم بفيديو مباراة الأهل والمقصة في الدور الأول وحرمان شريف من هدف شوفوا بقى اللي أنا هعمله الخط عشان الناس بتقولش الخط ده صناعتنا شوفوا الخط لما يطلع التاني هنمشيه على خط المنتصف هنمشيه زي ما انتم شايفينه كده اهو شارب معاه بالزبط اذا الخط ده لمعوجي مين ولا شمال يرجع تاني يعني رجعه تاني اهو مع اللعيب فين فين التقدم للاعب النادي الآلي انا اعتقد ان هو اشار انه متقدم بكتفه بكتفه فين زكال اللي هو مش معدي ده ايده النزة والقدر انا بقول له هدراك انا اعتقد انا اعتقد ان اعتقد هو اللي عمله خط التسلل عمله بشكل خاطر هو ده السبب لكن التسلل مش موجود الهدف صحيح مئة في المئة يعني طيب نفس الحاكم بنفس الخطأ بنفس الاسلوب يكرره ها انت كده تبقى بتهاجم البر بتهاجم التحكيم ولا احنا بنصرد واقع اتقال في استوديات التحليل احنا خدنا الكلام اللي اتقال في استوديات التحليل والخطوط واستندنا اليه نحن نخاطب العقود وده اللي حصل من طارق مجدي في مباراة بيرامز اللي انا بقولكو عليها ونشوف نفس خبراء التحكيم اللي سجلوه عن اهدار كابتن طارق مجدي لحقق الاهل قدام بيرامز عشان تشوفوا المسألة دي مصيادة الغرض مع الفور لعيب النادي الاهلي هيبتدي استلم القرى عما نجعم البلاي هتلاقي فيه مهاجمة من لعيب النادي بس نقف هنا خلاص دي ركلة جزاء واضحة نشوف الهدف اللي احرازه النادي الاهلي وكان فيه طلع مع حرس مرمى نادي بيراميدز والقرى واعت وبعد كده طبعا جهد شاف القرى بشكل ممتاز نزلت راح حسبها جول ايه رأيك مبدايا عشان عندي سؤالين ايه رأيك في الهدف ده سليم او لا لا انا شايفه هدف سليم وانت شايفه معايا ايه لا انا شايفه هدف سليم اتفاق هدف سليم ملغي من نفس حكم البار طيب هنقول ان غلط مرة طب التانية وثالثة وبنفس الاسلوب ومش خطأ بيبقى خطأين مركبين في مباراة يأثر عن نتيجة المرات دي الخطأ مأثرتش عن نتيجة لان اتعوضت باهداف اخرى مقدرش الغير وده ليه يعني ده مش مبرر النتيجة سهلت لهم ما انا بقولك ليه مش ظهرة بشكل ان الناس كلها كبرتها النتيجة داريتها لكن اعنا بنقول واخرتها ايه يعني هذا سؤال مش عايز اواجهه بقى للراجل ايه اذا كان مفهوم لدور الفار مختلف عن اي حد يعني يعني السؤال للكابتن واجههه احمد لماذا الاسرار على الكابتن طاري مجدي في مباريات الاهلي في غرفة الفار وتتكرر منه نفس الاخطاء طيب واذا اخطاء كانت واضحة انتو بتعمله معا ايه طيب ايه لما كل خبراء التحكيم مش رأينا كل خبراء التحكيم اقاموا الدليل بشكل واضح على خطأ الحكم اللاين مان نفسه مرفعش الحكم نفسه قاعد يتين تلاتة يتفاوت والرجل اللي جوه مصمم ليه؟ ولما يكون ده تكرر منه ومن غيره ليه؟ ولما يكون النادي الاهلي الاقل حصولا على الحقوق المشروعة وفقا لتقنية الفار ليه؟ لكن اذا كان الكلام على انه عندنا نقص في الكوادر البشرية عندنا عدد قليل من الحكام عايزين نعمل دورات لحكام الفيديو عايزين نجيز وانا اعتمد اكبر عدد منهم كل ده مسؤولية الموانسة احمد مجاهد مسؤولية اللاجنة السلسية اذا كنا جدين فعلا في تطوير منظومة التحكيم عشان نخلص من طارق مكدي واشكاله برضو انت اتعاملت معا زي لما اتضح لك ان الخطأ متكرر ومعنادي بعينه باجمع الخبراء باجمع الخبراء انت عملت معاه ايه عشان تصلحه يا سيدي عشان تصوبه عشان لو كان في دماغه حاجة يفكر مئة مرة انه هو عشان يكون له بدايل لانه تسمع كلامه اصلاحنا مضطرين طب وبعدين يا يكون له بدايل وده المفروض يا يحاسب وده مش المفروض ده ده الواجب هو انت هتعديها كلها حسنينية حسنينية ماه لو كررت ما بيتش فيها حسنينية صحيح وبعدين كلها حاجات واضحة وضوح الشمس اه لا لبس فيها ولا ابهام يتطفق عليها جميع الخبراء في كل القنوات عايزين مننا ايه تاني يا جماعة عايزين نطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف نفس الاجماع لكن على حاجات حلوة بعد الفاصل ما تخافش على الاهلي طالما فيه هذا الوعي في ادارة الكورة حتى في المنعطفات المهمة وهذا الوعي الحياة تشوفه عند الكابتن ساد عب حفيز في عزمة الفرقة خارجة فرحانة ومبتهجة بالفوز أربعة على المقاصة وبأداء رائع جدا كان من الطبيعي النتيجة دي تخلص ستة وسبعة وثمانية لكن حتى في خضم الفرحة تلاقي كلام الكابتن ساد عب حفيز بعد المباراة كلام حد مسؤول نشوفه الحمد لله طبعا على كل شيء انت بتكلم مباراة من سلسلة مباراة متتالية ومهمة جدا في مشوار الدورية يعني الشيط الأول بالتأكيد هي دي عالم كرة القدم بين الشيطين المطشم السهل أبدا ما تستسهلش أي مباراة وما تبقاش حاس ان انت هتجيب جون في أي لحظة يعني آه ممكن دي عالم ان انت ممكن تتهدي في أي توقيت لكن في نهاية لازم يبقى فيش راسه أكتر من كده الشيط الأول عدد كبير جدا من الأهداف لكن في النهاية الحمد لله رب العالمين مكسم مهم جدا الحمد لله طبعا يعني طبعا ده برضو شغل جهاز الفني موسي ماني مع كابتن سامي مع كيفين مع موسي مع كابيلو والمجموعة كلها لكن في النهاية الحمد لله طبعا على كل شيء يعني خلينا بس نتكلم مباراة كانت مهمة في 48 ساعة انت لعب يوم الخميس مع المؤولين النهاردة تلعب مع المقاصة في السويس هنا وهنطلع على كازر تشيفز يعني من بكرة ان شاء الرحمن عندين أجازة بكرة لكن بعد بكرة هنتمر من الصبح وبعدين هنسافر هنسافر الانهائي يا أفريقي هنسافر دوري أبطال أفريقي هنسافر المباراة يكفي ان انت تقول بس نهائي دوري أبطال أفريقي مع مين وضد مين يعني خلينا نحط في الحسبان أهمية اللقاء وقوته وأهمية البطولة أقول لهم مبروك وخد نفسكم النهاردة وبكرا ان شاء الرحمن نرتاح كلنا وبعد بكرا ان شاء الرحمن عندنا واجب مهم جدا 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 ان احنا ان شاء الرحمن بإذن الله ان احنا نعمله عندنا واجب مهم قوي ان احنا نحافظ على اللقاء بتاعنا ومهم قوي ان احنا نتعامل مع مباراة بمنتهى الجدية ولعب فرقة هي يعني على مدار العشر مباراة الأخيرة سواء كان في دور المجموعات او في دور الثمانية او في دور الستاشر لعبت عشر مباراة ما بين داخلي وخارجي خسرت مباراتين بس يعني من العشرة يعني اتعادلت مع بترو أتليتكو في أنجولا اتعادل مع حرية كونكري في أنجولا كسبت الوداد في المغرب فبالتالي انت عندك فرقة بتعرف تلعب كويس اوي خصوصا برا فرقة كويسة بالتأكيد ولا ما وصلتش اللي هي وصلت له ده فانت بتلعب في عشر مباريات في دوري أبطال أفريقيا بتخسر مباراتين اتنين وبتكسب الوداد في الوداد وبتتعادل مع بترو أتليتكو بتتعادل مع حرية كونكري كل ده برا أرضها فانت هتلعب فرقة وخص معانيك جدا جدا وعنده دوافع برضو كبيرة يعني طبعا الكابتن سايد هو ده دور المسؤول في النادي الأهل ودورنا كلنا إنك انت بتتحاسب على التارجت مش على المشوار يعني انت شكلك حلو في المشوار ما يهمنيش حققت ايه بقى يهمني طبعا إن أنا لما أخد التارجت أروح متكلم على الشكل لكن شكل من غير تحقيق أهداف ما عملناش حاجة وقلنا قبل كده إزاي كان مانو جيسيب بيخترع مشكلة عشان ينزل الفرقة ويلغي تمرين ويزعق ويتخاني لكن ما عملوش حاجة كابتن سايد بيعملها بأسلوب جديد طبعا يتناسب معه المرحلة والشخصية كمان ما هو انت منا ممكن ازعق انت ما تقبلش مني انت اتزعق انا اقبل مئة يعني الموضوع كده فكابتن سايد خلاص الثقافة اللي موجودة عند الآلي خلاص حتى الجمهور اقلب الصفحة بقى مجرد من تكسب ربع ساعة واقلب الصفحة كل يقول لك اقلب اقلب طيب أداء الآلي الحياة الرائع مبارح وفوزه كبير كان محل إجماع وإشهادة معظم مقدم البرامج الرياضية كابتن سيف ظاهر في أون تايم سبورت نشوف إزاي شاف أداء وفوز الآلي الأهلي والمقصة النهاردة مباراة كبيرة جدا من جانب النادي الأهلي صمت بشكل كبير جدا مصر المقصة في الشؤوت الأول ولكن الأهلي النهاردة كان ليه الأفضلية بشكل كبير أهمية المباراة النهاردة تكمن في نقطة مهمة جدا هو الإطمئنان عن نادي الأهلي في البروفا الأخيرة قبل الذهاب للنهائي والعشرة يا أهلي النهاردة قدر أقول لكم بمنتهى الثقة لجمهور النادي الأهلي اتطمنوا على فريق الأهلي الأهلي بخير الأهلي رايح النهاية الأفريقية وهو في أفضل حالاته إن شاء الله بإذن الله الأهلي يقترب من العاشرة الأهلي الحقيقة النهاردة عمل مباراة كبيرة جدا الجزء الهجومي أكثر من رائع بقى فيه ثلاثي في النادي الأهلي مرعب محمد شريف حسين الشحات وسبحانه مغاير الأحوال تكسب الرهان يا موسيماني وأفشه ايه؟ خمسة وخمسة؟ قول لي انت خمسة وخمسة يا سيف لا يعني هو طبعا أنا بخاف من الفرحة أنا مش من الفرحة أنا دايما بقول لك ايه طول عمري لو الأهلي خايف أنا بتطمن صح؟ مش عايز نتطمن قوي لأن كل مباراة ليه ظروفة اللي فاتت لا حلو قوي الكلام كله على اللي فات لكن مش معنى كده ان اللي جاي لازم يبقى زال اللي فات خلينا كل مباراة نتعامل إنما هو قال كلمة في الآخر عايزة توقف قدامها موسيماني واللي عملوا مع حسين الشحات لا موسيماني واللي عملوا مع الفرحة لما دا ست ايام موسيماني واللي عملوا مع أفشة موسيماني واللي عملوا مع السلية إنه بقي رايح موسيماني واللي عملوا مع الشحات موسيماني واللي بيعملوا مع كهربة وجليل ومع ديانج ومع ديانج عايزة توفيق من الله سبحانه وتعالى نرجعني يا سمال طيب سيف زاهر عجبه أداء الأهل كله لكن إبراهيم فاي عجبه لاعب جدا ولاعب تاني عجبه خمسمائة جدا زي ما هو قال نشوفه الأهل أمتع وأقنع وقدم أداء مرموقا أمام مصر المقصة هي بروفا نهائية سوبر عنوان بفترينا الأهلي قبل ما يروح نهائي دوري أبطال إفريقيا خلص المرحلة بتاعته بنجاح الماتش ما كانش سهل الحقيقة ومصر المقصة صعب الجيم على النادي الأهلي في الشرط الأول تحديدا اللي انتهى بالتعادل الإيجابي واحد واحد إنما أنا عجبني جدا جدا محمد شريف وعجبني جدا جدا خمسمائة جدا محمد مجدي أفشة وعجبني جدا جدا روح لعيبة النادي الأهلي لأنه النهاردة كان فيه أداء جمالي فيه تفاهم فيه مساحات قريبة الشرط التاني كان فيه مزيكة كان فيه مزيكة واللحن كان حلو والمكسب بالنسبة للأهلي مفيد جدا قبل الوصول إلى المحطة الرئيسية والأهم هو نهائي البطولة الإفريقية ده كلام اللي حب اسمعه النادي الأهلي أبدع وأمتع وأقنع وأقنع دي مهمة جدا وأقنع دي النادي الأهلي هو ركز على ثلاث لعيبة مهمين جدا ربنا موفقهم الحقيقة وبيقدموا أداء كويس بس أنا بتكلم دلوقتي إن أسلوب لعب النادي الأهلي كمان بيقدم لنا تنوع فيه صناع اللعب يعني البصات الطويلة مش حكر السلية يعملها أيمن أشرف يعملها بدري بنون يعملها لكن البصات العميقة الستريت ديانجي يعملها أفشا يعملها الشحات طبعا في السنائيات دا الجن التاني بتاع أفشا الشحات شريف كلها ما رزلتش على الأرض حاجة إبداع والحقيقة حساسية رجل حسين وهو بيجري طبعا دا جن قفزة رائعة بص عالم علوله كأنه عملها له بإيده يعني أوفر جميل لا لا الجنب اللي عمله شريف يعني أنا كنت سمعت الكابتن عباد بيتعب أكتر من مرة وهو بيتكلم على الشريف قالك بص الكرة طويلة بص الكرة دي بص الكرة دي وانت بتجري ما بتنزلش على الأرض تتقنها بهذا الإتقان إنه ما تروحش قوية أو مقلوشة وفي طوقيت بيقابل اللاعب وهو جاي فالتاني كمان يؤكد على برعته بص من لمسة واحدة لا حاجات حلوة عملت ده الجمال أنا عايز أجي الجندة عشان فيه رأيين ده فيه رأيين رأي يقولك ده يتحسب لشريف رأي يقولك لا للحارس المرمى هو أنا لو شط لمدافع أنا حقف معك عن تجون قفشة بس كمل وعني رجع تاني الجون قفشة لأن الجون قفشة ده فيه إبداع راخر كل اللجوان حلو الجون ده ليه تتحسب لشريف لو أنا شطت كورة جات في ظهر المدافع وداخل الجون تتحسب لمين للي شايت للي شايت ليه؟ لأن اشتراك المدافع هنا لم يكن بإرادة أبو الظبط هو مش برجع الكورة داخل الجون مجرد أو مش بيبس الكورة داخل الجون مجرد لمسته إنما هو بيجري خبطت فيه تخبط في صدره تخبط في ظهره تخبط في دماغه إنما الكورة تحسب للي شاط للي لعب اللعبة ليه تقدير الحكم الحياة فهو لهذا قدرها كذا جون قفشة بقى يا جماعة لأنه المونس عادل بيتكلم أن الفريق بقى كله صنع لعب النهاردة مجد أفشة ده البلي ميكر بتاع الفريق ده صنع اللعبة فجأة وهو في دائرة السنتر تقمص دور ديانج منقض بقوة وبيستخلص الكورة بمنتهى السلاسل وبلمحة البصر وبحس الهداف وحسسية قدم الهداف شايفوا الجون ولعبها بصوا فيها كاملة يعني ده صنع لعبة دافع إزاي واستخلص إزاي وعلى طول راح لعبها تلاتة في واحد يعني صنع اللعب مدافع قوي باستخلص سليم عمل إيه ثم تسجيل عمل إيه أفشة أول ما استلم لف طب ليه المرة دي لف لأنه استفاد من الكورة بصوا مجرد باللعب وعلى طول القضاد أنا عايزة أرجعك أرجعك ربط لك ربطة حتنغس شوية جماعة استمتاعك بالكورة دي في ماتش بيرامد لو قفشة لف اللفة دي ما كانش الجندة جيه مش ما كانش كان جاب الجندة طيب هو قفشة عمل إيه فكر هو أنا الكورة دي اللي خلاني زقتها وردت فيها رمرة بيعة إن أنا ما لفتش ما حسيتش لو ضرب بعينه يشمال كده كان حاس إنه لوحده كان هيعمل الكورة دي فهو اللاعب اللي بيحاسب نفسه بيتعلم من مواقف سابقة يقدر يعمل كده دي بالظبط يوم بيراميد كان يقدر يعمل كده طيب وإنتم تتكلموا على مستوى لعيبة الأهل ما شاء الله كلهم خليكم فاكرين الناس اللي بتتكلم على الكواليتي بتاع اللعيبة قل لك آه بس اللاعب اللي ما عندوش أحسن لعيبة ما عندوش أحسن لعيبة بأمرت إيه وإيه مفهوم أحسن لعب وإيه حكاية مين اللي أحرف في مصر يعني إيه إحنا أصله لو الكلام على مين اللي بينطق الكورة أكتر أو مين اللي بيرقص أكتر يبقى إحنا ناعدين في السرك مش بنلعب كورة لدي أنت هتلاقي ناس متعرفش أساميها هتلاقي ناس متعرفش أساميها متعرفهاش آه لكنه مقومات اللاعب الحقيقي المتكامل حنقدر يعني بصوا في كل مركز من أول الشناوي أحسن حارس في أفريقيا ونهاية بشريف ومرورا بكل العناصر آه أفشا وديانج والسولية وحسين الشحات ما شاء الله وأكرم وعالي معلول وهاني وخط الدفاع بالكامل أنت بتتكلم على جودة عالية من اللعيبة عشان كده راحت نهاية دورة أبطال أفريقيا وعشان كده مهما مش قلت له المرسة عليهم ضغوط هتلاقي بإذن الله تعالى مش أنا أقيل ماتش بعد ماتش في الطريق اللي صدرت الدورة في بداية الحلقة آه أنا ابني أزكى واحد في المدرسة بس لو يذاكر آه خلي كل أبه معتقد أنه عنده دعهم آه مقتنعين بأنه عندهم الأفضل بيستمرع عبر طريقه بيقولوا الكلام ده على فكرة أي واخد بالك ما عندناش إحنا مشكلة دعهم يتحدثون وهنا إحنا نفعل طيب كابتن أحمد حبسان ميدو الحياة في برنامجه بعد المباراة كان مستضيف معدي البرنامج الزوالة في التحليل أحمد فاروق اللي له رأي في فوز الأهلي على آآ المقصة وإيه اللي حصل للأهلي من بعد بيرامد نشوفه فوز مهمة جدا للأهلي لكن كان متوقع آآ وأنا أعتقد أن مباراة البرنامج للأهلي يعني عارف اللي ربا ظهرت النفاع يعني استفزت لعبت الأهلي واستفزت الفريق من جديد كان محتاجها قبل كازرة شيفز في الموتشين تلاتة اللي لعبهم النهاردة رجع السلية فشكل خط الواس تختلف شريف ياميدو بيتطور تطور مرعب يعني شريف بيتقل مش كل شهرين ولا كل موسم ده كل أسبوع فبصراحة مصر كسبة مهاجم رائع فعلا قدر إن هو يكسب شخصات كبيرة وقدر إن هو يعني يفرض نفسه كمهاجم يعني مصر الأول حاليا آآ النتيجة الرقم اللي كسب به الأهلي الاربع واحدة رفعت ترفع المعلومات جدا قبل ماتش قبل ماتش كازرة شيفز آآ النهاردة رعبت المقصة كانت شوية بس ده رد فعلي طبيعي للتصريح غير الموفق اللي قاله كابتن عبدالجليل فمش قصده حاجة يعني لازم لازم يا جماعة نقول إن رجل عبدالجليل رجل يعني آآ مدرب لا يمكن أبدا يسمح بالتفويت طبعا رجل مدرب طبعا آآ وعلى فكرة فش حد ده أبدا يسمح بالتفويت متى يعني الإشاءة ده طبعا آآ إنه نقطة التحاول من بعد بيراميد من بعد بيراميد والله دي مش أنا اللي بقولك أنت تعلم من أخطاء مواقفك مش مش هسميها خطأ هو موقف ممكن يؤدي إلى خطأ موقف يؤدي إلى خطأ لو صرفت بطريقة تانية كنت تفديت هذا الخطأ هو ده اللي عمله الزنق اللي زنقها النادي الأهلي بعد ماتش بيراميد خلت كل الناس درجة تركيزة أعلى وخلتها تاخد قرارات بينها وبين نفسها ومع الفريق ومع الجهاز الفني لا تعاولوا بقى نفكر إن إحنا في المواقف لذا كده نتصرف بطريقة تانية ده كمان في نقطة مهمة فكرة عدم الاكتفاء بالنتيجة ده نقطة التحاول من بعد ماتش بيراميد إن أنت ماتسبش نتيجة على الحفة في خطر كسبان واحد كسبان اثنين واحد قرر تتعدي الوقت بإنك تتنقل لا دوس دوس وسجل أكتر وأكتر عشان كده تلاقي في غزارة في التهديف من بعد الدرس ده أهم حاجة إنك تتعلم ويبقى عندك القدرة إنك تتنفذ اللي تعلمته دي مهمة جدا والقدرة تيجي بالمهارة وبالإمكانات الفردية والالتزام الجماعي والرؤية الفنية طبعا اللي بتصيغ كل الكلام ده فالنهاردة النادي الآلي أبدع وأمتع وأقنع وضيفت أقنعه مهمة جدا طيب عايزيني الوضع ده استمر مؤكد الخوف من إيه إن إحنا نحمد نحمد إزاي وإنت يوم السابتة عندك تحدي صعب جدا 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 بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد الآلي في أحسن حالاته فنيا وبدنيا ومعنويا مسافر بكرة إن شاء الله التلات لكن اللي هي الوضع اللي فيه الدار البيضاء يوم السابت مش سهل دي مواجهة مش سهلة بالمرة ده نهائي دوري أبطال أفريقيا لكن كايزر تشيفز اللي أقصى الوداد ناس تقولك ما هو معرفش يجيب جون في الوداد في ملعبه ما هو الوداد معرفش يجيب فيه جون في 180 ديئة زهاب وقياب فريق عنده قدرات دفاعية صلبة جدا وعنده الشخصية في الملعب ده مش رأيي ولا رأيي المهندس عدلي ده رأيي كابتن حمادة صدري الناس من دلوقتي بدأت تستسهل شوية الموضوع وطبعا هي فيه أفكار دائما وعبدا أنه أنت لما بتلاعب الفرق العربية بتبقى المطشط أصعب عليك صعبة صعبة نفسيا بس نفسيا فريق عنده دفاع قوية جدا في الموراة الجاية مقدرش أقول الأهلي الكفة أرجح تاريخ خبرات أباء كل حاجة لصالح النادي الأهلي بخاف أنه بقى من الحتة دي يا كابتن ده يخوف جدا بخاف أنه بقى من الحتة دي فريق عنده دفاع قوية أول مرة يوصل ووصل بشق الأنفس يعني وصلت لخلص النهائي أكيد هبقى قسم قوي قسم عنيد عنده تحولات سريعة جدا بس أداة الأهلي لوصوله النهائي أقوى من أداة كايزر للوصوله النهائي التوفيق كان في صالح كايزر بشكل كبير جدا التوفيق في كذا مباراة يخرج من بدري يعني لكن الأهلي أدى بشكل كويس غير موصل للمباراة النهائية فالمباراة تبقى صعبة على النادي أهي أنا متفع مع الكابتن حمدا أن في المشورين أداة الأهلي قد ولكني دائما أقول أن بطولة المباراة الواحدة غير مضمونة ولذلك دائما بطولات الكأس فيها مفاجآت أي كما تشوف اليورو على رأي كابتن حسن بيقوله مبارح اليورو ومجموعة الموت قال له ده كلهم ماتوا يعني مجموعة الموت دي كل الفرقة المرشعة كان فيها كلهم ماتوا الفريتين اللي ما كانش حد منتبههم أو بالترتيب كده إيطاليا ثم أنجلترا إيطاليا ما كانش حد منتبه لها خالص هي اللي خدت البطولة إذن إزاي أنك تاخد البطولة من المباراة ربما دي تكون حرفت البعض واخد بالك والتوفيق 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 إذا لم ينتبه النادي الآلي أن يترجم تفوقه في عناصره وفي خبراته الموضوع ينتوي على خطورة واخترته أكتر في استعدادات كايزر تشيفز ده اللي يخلي لعب تلاقي اللي لازم أن تكون في أعلى درجات تركيزها وجديتها سيبكوا من كل اللي بيتقال هنا جيسيكا آآ موتونج دي مديرة التسويق في كايزر تشيفز عملت مداخلة مع قناة تونتايم سبورتز هي عندهم فخر كبير جداً ببيتسو موسيماني سعداء جداً بتجربة ببيتسو موسيماني وشايفين أنه ده إنجاز لكرة جنوب أفريقيا لكن رأيها في مباراة السابت وفي مواجهة الأهل إيه؟ نشوف جيسيكا مديرة التسويق في كايزر تشيفز من وجهة نظرك شايفة زي مواجهة النادي الأهلي في نهاية هذه البطولة؟ تحدي كبير أن نواجه الأهلي هم الفريق ذو عراقة كبيرة وتاريخ كبير وفاز باللقب عدة مرات بالنسبة لنا نحن نصنع التاريخ بوجودنا في النهائي لأول مرة نحن جاهزون لهذا التحدي لأننا عملنا بمنتهى الجدية كما أن لدينا تاريخ مع الفرق المصرية ولكن لم تكن المواجهات معظمها في صالحنا وكانت الأطقم الفنية آنذاك لم تكن على المستوى أما الآن فلدينا طاقم فني رائع جداً نحن فريق لا يمكن الاستهانة به أبداً نحن نفهم ثقافة الفوز ولدينا ثقافة الفوز ولكن بالتأكيد نكن كل الاحترام للنادي الأهلي واضح اهتمام أولاً أول مرة كازرشيف يلعب في النهائي لعبه قبل كده السوبر الأفريقي قدامنا برضه فذكرياتهم عن البطولة مع الأهلي طبعاً مش يعني حتدينهم حوافظ إضافية إن الأمور دي ما تكررش بالنسبة ذا ما قلت لك مباريات الدور الواحد هي مباراة خطر جداً جداً وتذكر أنت في 2008 ماتش الكازر اللي بينه وبين حرص وعدود بدرجة أن الكابتن أبو تريكا كان عنده تكريم لأفضل لاعب في دبي وتأتي من الدول السادس في دبي وكان حيائة يعني حيتكررم ياخد فلوس ومباراة وكان الفريق الزاهب اللي ندي الأهلي بقى واخسرنا الكاز خلاص رغم ان احنا بعد كده لعبنا حرص الحدود وفي زينينا الماتش اللي خسرنا الكاس فيه ما قدرناش نكسب نحط جون في الوقت الاصلي واحتكامنا ضربات الجزاء وخسرنا السوبر فلا بطولة المباراة الواحدة حافلة بالمفاجآت نرجو انها تكون مفاجأة سعيدة يعني تنطوي على مفاجأة سعيدة لجميل الله شوفوا برغم كل اللي تقالوا برغم الحالة المعنوية العالية للعادة الاهل اللي فيها لكن خدوا بالكم ابتداء من بكرة الفريق هيتمرن وهيدخل الفقاعة الاهلوية دي فقاعة لوحدها بقى هتلاقي الضوابط والتركيز والاجراءات اللي كابتن ساد عبد حفيز بيفرضها والضوابط او المناخ العام اللي هيبقى كابتن محمود الخطيب حريص عليه لا دي فقاعة لوحدها التركيز شديد ازاي بتحضن على الفرقة ازاي بتحط الناس كلها قدام مسئولياتها بنعزل او بمعزل تام عن كل اللي فات فيه ثقة فيه سعادة فيه رغبة فيه تركيز لكن قبل كل ده فيه احترام شديد لمنافس مهم بيبحث منه الاهل على العشرة والعشرة ممكن ان شاء الله دمتم للأهل دائما وداما لكم الأهل بإذن الله تعالى بطرا شامخا وعلى خير نلتقي في العشرة مساء الخميس القادم ان شاء الله سواء الله خير